صناعة الدوق هل بإمكان الإنسان أن يصنع الدوق؟ الجواب نعم نتكلم عن صناعة الدوق السكري أو ما يسمى فابريكاسيون دي جو أسافر سكري مثلا ونضع الأمثلة أمامنا في الشاشة لثلاث جزيئات الجزاء الأول هو السكرين الجزيئ الثاني هو السكرالوز في الوسط ثم الأسبرطام كجزيئ ثالث في الأسفل ونضع السؤال التالي كذلك ما هو العامل المشترك التي تشترك فيها هذه الجزيئات الثلاثة هل هي تنتمي إلى السكريات؟ أبارتين تل وسكر أدن إذا رأينا السكرين فنرى أن وجود هناك ضرات الأزوت بالأزرق هناك ضرات الكبريت بالأسفر وأدن أن السكريات لا تقتسم وجود هذه الضرات هناك كربون هناك أكسيجين لكن الكبريت والأزوت فهو لا يوجد في السكريات هل تنتمي هذه الجزيئات إلى البروتينات؟ أدن إذا رأينا الجزيئ الأول والثاني فلا أما الجزيئ الثالث فنجد حمض الأسفرتيك وحمض الفينالين كما يظهر في الأسفل مع وجود ميثالول مرتبط بالفينالين هل هي مضافة للأغذية؟ نعم، مضافة للأغذية والفرنسيا إدل كورون وهي تعطي حلاوة ستتعدى المئات من حلاوات السكر العادي هي بابتدات صناعية إذا أخذنا مثل الأسبرطان في الأسفل هي كذلك سكرية إصطناعية إذا أخذنا المثل الأول والمثل الثاني السكرين والسكرالوز لأنهم يحتاجون على مواد مثل الأزوط في السكرين والكبريت كذلك وكذلك الكلور مادة الكلور الموجودة هنا بالأخضر في السكرالوز في الشاشة يظهر الأسبارتام الذي سبق وأن تكلمنا عنه فهو يتكون من حمضين أمينيين حمض الأسبارتيك الذي يظهر بالأزرق تليه أو يليه حمض الفينينالين في الوساط مع وجود الميثانول بالأصفر الذي يظهر مرتبط بالفينينين من خلال أسرة فقط الكربوكسيل الحمض الفينينالين بوظيفة كهول للميثانول بطبيعة الحال هذا المضافع السكري يعطي كما سبق الدكر حلاوة أو مداقة سكري مرتفع يفوق مداقة السكر العادي بعدة مرات ويمكن استعماله لمرض السكري لأنه لا يغير محتوى السكر في الدم